ونذهب إلى الأزمات الدولية ففي الأزمة حول أوكرانيا تستمر الدبلوماسية لإيجاد سبولين للحل مع روسيا وتتوازن مع تدفق الأسلحة العتاد والقوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا الأخرى فما آخر التطورة؟ لا تزال ولاية المتحدة ودول أوروبية تقدم الدعم العسكرية والسياسية لأوكرانيا في سبيل رضع روسيا التي تستمر بدورها في حجر قواتها على الحدود الأوكرانية وإجراء تدريبات في بيلاروسيا شمال أوكرانيا وبين الفعل ورد الفعل تواصل واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا كان آخرها ثلاثة آلاف جنديا إلى بولندا وإلى ألمانيا فضلا عن أكثر من سبع دفعات من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى الجيش الأوكراني جوا في المقابل ومع استمرار نفيها وجود خطط لغزي أوكرانيا تحمل روسيا الولايات المتحدة والنيتو مسؤولية تصاعد التوتر في المنطقة عبر تزويت أوكرانيا بالسلاح والالتفاف والتفلط من اتفاقيات مينسك وتدعو الحلف لوقف توسعه وتقول روسيا إنها فقط من تقرر طريقة وألية الرد على مطالب الغرب وبينما تتدفق الأسلحة وتستمر المناورات يتواصل الزخم على الصعيد الدبلوماسي حيث يجري وفد أمريكي جولة أوروبية لتنسيق المواقف بشأن العقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا فضلا عن وجود وزيرة الدفاع البريطانية في موسكو لبحث التهديئة هذه الجولة تأتي بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي مانويل مكون لموسكو وكييف ناقش خلالها الضمانات الأمنية والعلاقات الروسية الأوكرانية وتوسع حلف النيتو شرقا وهذه زيارة قال الكريملين إنها أحدثت تغيرا إيجابيا في مسار الأزمة حشد موسكو العسكري قرب حدود أوكرانيا أثار المخاوف من غزو محتمى ليأتي الرد الروسي مع نهاية 2021 نقل مصدر حكومي ألماني قوله إن مسؤولين حكوميين باريزين من ألمانيا وروسيا اتفق على عقد اجتماع مباشر شهر فبراير في محاولة لتخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا منتصف يناير قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن أوكرانيا تقع تحت إدارة الخارجية للولايات المتحدة وذكر الوزير في بطمر صحفي مع نظره الكرواتي أن واشنطن تستطيع إرغام سلطات كييف على الامتثال لاتفاقية مينسك بعد أيام قليلة محادثات نصفت بالصريحة أجرها وزير الخارجية الروسي ونظره الأمريكي في محاولة لتقليل فرصة نشوب صراع أوسع في أوكرانيا كرر على إثرها لافروف نفي بلد اعتزامها استخدام قوة حشدت في القرب من حدودها لغزو كييف وفي ظل التحركات الروسية اعتبر مندوب روسيا دائم لدى مجلس لمن الدولي أن المجلس في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب تجاه أوكرانيا ودعا المجتمع الدولي للتحليب المبدئية وعدم استخدام منصة مجلس الأمن بثل الدعاءات تولت تصرحات الروسية المنددة فمع بداية الشهر الحال دعت المتحدثة باسم الخارجية إلى ضرورة وقف الهستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا الهجوم على أوكرانيا مطالبة بوقف تزويد كييف بالسلاح لنبقي عينا على تطورات هذه الأزمة هذا من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات في جامعة جورج ميسن في واشنطن وعضو سابق في لجنة الخبراء في الامم المتحدة أهلا وسهلا بك دكتور شرقاوي معنا في دائرة شرق دكتور شرقاوي دعنا نبدأ بالديبلوماسية ومحاولات حل النزاع هذا الذي يجري اليوم حول أوكرانيا ماذا تعتقد وكيف تقرأ جولة أو حصيدة جولة ماكرون وأيضا وزيرة الخارجية البريطانية في روسيا هل تعتقد أن هناك حل حلة بأي اتجاه وفي أي مستوى نحن هل هي بالفعل خطوات يمكن الاعتماد عليها بأننا ابتعدنا عن حافة الحرب هي ديبلوماسية تتحرك في مصارين مصار غربي روسي بتواتر الزيارة زيارة ماكرون الآن وزيرة الدفاع البريطانية قبل ذلك وزيرة الخارجية الألمانية وهناك المصار الثاني وهو ما يمكن أن نسميه مصار برلين لاحظنا القمة بين الرئيس الفرنسي ونظيره البولندي والمستشار الألماني هذا الأسبوع بعد أيام من الأسبوع القادم هناك أيضا اجتماع ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا إذن هناك زخم هناك مستشار ألمانيا في واشنطن الزخم الدبلوماسي على أعلى مستوى لكن المفارقة أنه كلما لوح الجميع جميع الأطراف لوحوا بهذه الحلول المنشودة دبلوماسيا إلا أنهم أيضا يصاعدون الموقف لأن هناك الجميع الآن دخل في منطق الردع العسكري لاحظنا الآن أن هناك إيصال مساعدات وعتاد وجنود بشكل قياسي سواء داخل أوكرانيا أو مرابطة الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية فنحن الآن أمام متاه حقيقية من يتحكم في الآخر هل المصار الدبلوماسي أم الردع العسكري أم العكس والمتاه الأخرى أيضا أن الغربيين عندما يزورون سواء كان ماكرون أو وزيرة خارجية ألمانيا أو وزيرة الدفاع بريتاني عندما يزورون الكريملين لا يخرجون بأي قناعة حقيقية بأن بوتين لن يغزو أوكرانيا والمفارقة الكبرى أن ماكرون الآن يقول عن بوتين أنه يعتمد منطقا تحريفيا أرى أن القراءة تختلف الدبلوماسية لم تنفع وأصبحنا الآن كما كنا خلال الحرب العالمية الأولى القوات والوجوه تتقابل فيما بينها لكن ليس هناك تفاعل إيجابي دكتور شرقاوي لما يحكي ماكرون على منطق تحريفي وطبعا كلنا شاهدنا هذا الفيديو اللحظة التي خرج فيها بوتين من القاعة قبل ماكرون وحتى صورة الطاولة الكبيرة التي يجتمع بها يعني كلهم بالفعل تحس فيه كل قطبين متواجهين هل يبدو لك بأنه ربما اليوم إذا كانت ظروف الحرب غير جاهزة ولكن منطق الحرب هو الذي سوف يسود لفترة قادمة؟ هو منطق حرب لكن حرب غير مرغوب فيها لأن الجميع سيخسر لاحظنا الآن أن القراءة الأوروبية التي كانت أقل حدة إذا الكريملين كانت واشنطن صباقة إلى لغة التصعيد وإلى لغة التشكيك في نوايا بوتين الآن الأوروبيون خاصة الرئيس الفرنسي وأيضا مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولد جميعهم الآن ينظرون إلى الخطر بشكل متساوي مع واشنطن والأكتر من هذا الأوروبيون الآن في برلين وفي باريس يعتقدون أن التصعيد العسكري من الجانب الروسي هو الأعلى والأخطر منذ عام تسعة وثمانين ونحن نتذكر إنهيار جدار برلين ذلك العام ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن ونحن نبحث عن ميزان قوة جديد بين روسيا أو معسكر الشرق الجديد وبين الغرب من خلال العودة الآن إلى حلف شمال الأطلسي والتمسك بأمن واستقرار منظم دول الأمن والتعاون في أوروبا الآن أيضا يبدو أن الأوروبيين أصبحوا أكثر قربا من الموقف الأمريكي خاصة الموقف الألماني كانت أنجيلا ميركل تتمسك بنوع من التهدئة وعدم التفريد في مشروع نورستريم 2 وإيصال الإمدادات الغازية من الروسية إلى شرق أوروبا الآن ألمانيا هي أيضا ترى بعين الريبة أنه ما لم تتحرك القوات الروسية وأكثر هي أكثر من 100 ألف جندي روسي ما لم تتحرك بعيدا عن الحدود الأوكرانية ليس هناك تغير في الموقف الأوروبي وهذه المرابطة بهذا القدر من الجنود ليست فقط لأن روسيا تخشى على حدودها من التهديدات القادمة من حلف شمال الأطلسي أو أن الولايات المتحدة تنشر رؤوس صاروخية أو قدائف على الحدود في شرق أوروبا والمسألة أبع قد بكدير فأرى باختصار أن الأزمة الأوكرانية هي ما يحدد الآن المتاهة الاستراتيجية التي عشناها ولنزل منذ عام 89 ولم نصل بعد إلى توازن حقيقي بمعنى أن روسيا الآن لا تزال تناور تناور واقعيا بهذه الحشود العسكرية وتناور أيضا ديبلوماسية عندما يعود الزعماء الغربيون وهم بخيبة أمل كما حدث لماكرون من موسكو قبل يومين طيب دكتور محمد هذا باختصار شديد هل هذا يبدو لك بأنه حرب الأفق أعود وأكرر نفس السؤال لأنه ربما لا تكون اليوم لأنه ظروف غير جاهزة لأنه الخسائر كبيرة ولكن قد يكون أنه لا يمكن تحديد هذه الخطوط إلا بالحرب لن نشهد حربا بالمعنى التقليدي بمعنى لن تدخل الروسيا في مواجهة مع الغرب ولن يقبل حلف شمال الأطلسي بأن تتحول أرض أوكرانيا إلى حلبة صراع الدموي لكن سوف نبقى في منطق إدارة الأزمة أو إدارة الصراع بمزيج مما هو ديبلوماسي وما هو على مستوى استعراض القوة إلى أن تقتنع روسيا بأن عليها أن تقلص عدد القوة بأن تسحب قوتها من شرق أوكرانيا بمعنى آخر سنصل في يوم من الأيام إلى معادلة العقوبات المالية واقتصادية على الروس نعم نعم كل شكر محمد شرقاوي كان معنا في واشنطن